أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم يقول في سؤاله الثالث فضيلة الشيخ ما فضل صيام العشر الأولى من ذي الحجة؟ فضلها عظيم لأنه جاء في صومها حديث وأيضا صومها داخل بمعنى الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل يهن أحب إلى الله من هذه العشر قيل ولا الجهاد يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا من حرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء فقوله العمل الصالح فيهن يدخل فيه الصوم من ذا بأولى لأن الصوم من أفضل الأعمال